افتتح الفنان التشكيلي جلال جمعة معرضه الفني 30 سنة فن هذا ويتم عرض عمال فنية حول المراحل التي مرت بها مصر خلال 30 عاما مضت في أجواء من الجمال والإبداع احتفل الفنان التشكيلي جلال جمعة بافتتاح معرضه الفني 30 سنة فن والذي جمع في نتاج إبداعه على مدار 30 عاما من النحت والرسم والتشكيل المعرض ده استعادي في كل الأعمال أو كل أنواع الفن التشكيلي اللي أنا مارسته سواء النحت بالسلك أو تشكيل بالسلك لكتل نحتية سلسية الأبعاد أو الحديد الخردة أو فيه بالظلط المعرض فيه حاجات مختلفة ويونيك لأعمال بالسلك فيه صور بورتريهات رسم طبعا وفيه حاجات بالخشب معرض مختلف بصراحة مبسوطة منه جدا أولا فنان متأمل جدا عنده قدرة على استنباط أشياء بسيطة جدا من الطبيعة زي الأحجار أو الظلط وإزاي هو بيقدر يوظفه بصورة جيدة جدا وطلع منه فعلا بورتريهات شبه يعني طاح سين وحاكم وبهجوري وعبلة قدم جلال جمعة خلال المعرض كل ما لديه من إبداع في فن النحت بالسلك والخشب والظلط وأيضا مجموعة من أجمل لوحاته التي رسمها بألوان الماء وهي تعرض لأول مرة ليرى الجميع صورة متكاملة لعالم هذا الفنان المبدع معرض بأمانة يعني عشان الواحد يقول كلمة رائع فدي قليلة جدا عليه دي حقيقة يتميز المعرض دوا أولا الحقيقة سواء على مستوى المسطحات أو المجسمات قد كده أولا الهوية سبتة نفسها أنا حاسس أنه هو معرض له طعم خاص طعم جميل شيء جديد بيضاف للفن التشكيلي في مصر معرض بتاع الأستاذ جلال جمعة هو فنان تشكيلي نحات ومصور لكن في النحت عامل معجزة غير طبيعية في أنه هو عامل بسلك بسيط جدا عامل بيه أفكار حلوة جدا يعتبر الفنان جلال جمعة أحد رواد فن الواير أو الرسم بالسلك حيث يحول جمعة السلك إلى بورتريهات لشخصيات وحيوانات ونباتات مختلفة يعبر بها عن سحر الطبيعة وجمالها أحمد الحسيني التلفزيون المصري